مرحبا وكيف الحال؟ برودة الأطراف من الأشياء المزعجة عند الجميع فإذا أنت بتعاني من برودة أطرافك نهارا وليلا صيفا وشتاءا فهذه مشكلة فاكتب لي بالتعليقات إذا أنت بتعاني من برودة أطرافك فبرودة الأطراف مش معناها أنه الطقس بارد هي مشكلة موجودة داخلك بعكسها برودة الأطراف بسبب عجل جسمك عن تبريد هاي الأطراف البعيدة اللي بتدل على صحة شرايينك وأعصابك بالإضافة لغودتك الدرقية وقد يكون سبب زيادة وزنك هو برودة أطرافك أو الظاهر من زيادة وزنك أنه دائما أطرافك باردي فحلقتنا لليوم اكتب لي بالتعليقات إذا عندك برودة أطراف رح نناقش أسباب برودة الأطراف وكيف إحنا نتحكم بأطرافنا أنه نرفع درجة حررتهم ونحل المشكلة الأساسية اللي كانت في هذا السبب كل هذا وأكتر رح نحكي عنه خلال الحلقة أكيد بعد الفاصل وراجعين وقبل ما نبدأ نذكر الأسباب التسعة لكل من أسباب برودة الإدين والرجلين جيب فنجان قهوة دافي ورقب قلم خلينا نسجل كل التفاصيل فالسبب الأول والأهم لبرودة الإطراف الأيدي دائما والأرجل هو التوتر والإجهاد والقلق المستمر الإشي اللي بينعكس على ارتفاع الأدرينالين والجهاز العصبي السمبثاوي اللي بيبلش يضيق لك الشرايين والشعارات الدموية وخصوصا في اليد بالإضافة لرفع نبض القلب حتى يتسارع وبالتالي برتفع ضغطك وبصير سرعة الدم أكثر لكن بتبرد أطرافك برودة الأطراف في هذه الحالة لا يمكن حلها إلا بتقليل التوتر حتى تتوسع الشعارات الدموية في إيديك من خلال أنك ترتاح تشرب فنجان قهوة دافي تقرأ قرآن المهم أنك تخلف في التوتر العصبي اللي عندك الشغلة التالية ممكن تعملها وهي أسرع إشي ممكن تعمله عشان تحل هاي المشكلة ممارسة الرياضة الكارديو تحديدا أنت لما تدخل في التمارين الرياضية وتحديدا بعد 20 إلى 30 دقيقة تفتح كل الشعارات الدموية ومن أهمها شعارات الإيدين والرجلين فبالتالي بتبدأ تدفع هاي الأطراف البعيدة وبسبب سرعة أصلا النبض رح يصير الدفع أكثر من المعتاد بناهيك أنه أساسا لأنه هاي المنطقة باردة بصير الجسم يعيد من بناء الشعارات الدموية في المناطق البعيدة فإذا أنت كنت بتعاني من مقاومة الإنسولين وهو السبب الثاني وفي عندك تلف في الشرايين ببناء شرايين جديدة وشعارات جديدة في اليد بتخليك دافي طول الوقت نهيك أنه أصلا التمرين بيقلل الإجهاد السبب الثاني لبرودة الأطراف الإيدين والرجلين هو مقاومة الإنسولين فمقاومة الإنسولين معناتها أنه عندك فيه إنسولين عالي ونتيجة سكر عالي مع الوقت بتتلف الشعارات الدموية والشرايين والأعصاب المغذية لهذه الشرايين والأعصاب اللي بتغذيها هذه الشعارات الدموية فبالتالي بتبطل عندك قدرة لنقل الدم الدافي إلى هذه الأطراف بكفاءة كالمعتاد أو بالإضافة أنه هذا الشخص نفسه ارتفاع الإنسولين بيخفض له الغد الدرقية وكل خلايا اللي بتنتج الطاقة عندها مقاومة الإنسولين ما هي قادرة إنها تعمل طاقة اللي يدف الجسم اللي يقدر ينقلها الدم من مكان إلى آخر أما سبب الثالث فقد يكون هبوط إفراز الهدرموني الغد الدرقية اللي هو الثيروكسين وهذا ممكن يكون من خلال شغلتين أول إشي مرض هوشموتو اللي بيقل إفراز الغد الدرقية فبمجرد أنك تاخد الثيروكسين البديل المصنع بيتعالج المشكلة وبيتفو أطرافك أو ممكن يكون هبوط الغد الدرقية بسبب نقص اليود فبالتالي بيكون الهبوط بسبب نقص المادة الخام لتصنيع الثيروكسين فالثيروكسين بده أربع ذرات يود لتصنيعه حتى يتم تصنيعه طبعا عشان ترفع مصادر اليود في أكلك بكل بساطة بتاخد مصادر عالية من اليود من خلال الملح المدعم باليود اللي هو الملح العادي أو الأسماك القشرية بالإضافة أنك ممكن تاخد مكمل اليود حتى ترفع هذا الإفراز أما النقطة الرابعة فهي هبوط السكر في الدم واللي ممكن تصير بأكثر من سبب أول إشي أنت عم تعمل صيام متقطع طويل بنتج عنه هبوط للسكر فبالتالي بيهبوط الحرق وبتحسس أنه أنت طاقتك أقل وبالتالي برودة في الأطراف أو أنه بهبوط السكر بسبب مقامة الإنسولين فبعض الناس مقامة الإنسولين بتخلي عندهم السكر ينزل بالذات بعد الوجبات فدائما بيحسوا بدل ما يدفوا بعد الوجبات ببرو دكتير بعد الوجبات ناهيك أنه إحنا مقامة الإنسولين بشكل عام السكر القليل هذا أصلا ما بوصل للخلايا فبالتالي بتقتل درجة حرارة الأطراف أما النقطة الخامسة فقد يكون نقص عنصر الكروم المسؤول عن تقليل مقامة الإنسولين فنقصه بيؤدي لارتفاعها وبالتالي برودة الأطراف النقطة السادسة هي عملية فقر الدم ونقص الحديد فبالذات السيدات اللي عندهم دورتهم الشهرية عالية ونزيفهم كثير بصير عندهم فنقص في الحديد وبالتالي فقر في الدم ففحص الحديد وبقوة الدم عندك إذا كانوا هابطين فأكيد هو سبب برودة الأطراف دائماً موجودة عندك بكل بساطة من روحها اللحمة الحمرة أعلى مصدر للحديد في أكلك الكبدة تاخدي مكمل الحديد غالباً سيعطيكي 50 ميلي جرام حبة وحدة وما تخليها مع الأكل حتى لا يصير فيه هبوط بالزنك أضف إلى ذلك أنك ممكن تاخدي الفوليك أسد والبيتولف البيتولف والفوليك أسد ما بيأثروا على تصنيع كوريات الدم عن الحديد في الجسم لكن بيأثروا على تصنيع كوريات الدم الحمراء بالموجود فيها الحديد والهيموغلوبين وظيفة الدم هو ينقل الأكسوجين من الرئة إلى الأعضاء عشان هيك لما يصير عندك فقر دم أو نقص حديد رح ينقص عندك قدرة نقل الأكسوجين للخلايا هاي الخلايا بتبطل تقدر تعمل احتراق بسبب عدم وجود الأكسوجين عشان هيك ببردوا أديكي أما النقطة رقم سبعة فهي بكل بساطة نقص الفيتامين بيون لما يكون فيه عند الوحية واحد استرس وعصبية بنقص عنده هذا الفيتامين المهم المسؤول عن زيادة عملية الحرق في الجسم بالإضافة أنه مسؤول عن عملية عادة تصليح الشعارات الدموية والأعصاب وفي بعض الحالات النادرة بيأدي هذا النقص الحاد في الفيتامين بيون إلى مرض اللي هو الراينون سندروم الراينون سندروم بكل بساطة بيصير عندنا الإيدين بجرد يبردوا بيصير لهم أزرق أو أبيض شاحب جدا في وقتها بنعرف أنه البيون هو السبب إذا بتحلم الكوابيس برضو بكون البيون أكيد هو السبب أما النقطة الثامنة فقد تكون نقص في عائلة الفيتامين بي كاملة فإذا أنت شاكك في الفيتامين بيون بكل بساطة خذ كل أطياف العائلة الفيتامين بي لأنه الفيتامين بيون وبيتو وبيثري وبيسكس مسؤولين داخل الخلية داخل المتوكندرية خلال عملية الكريب سايكل اللي بتقوم من خلالها المتوكندرية بتصنيع الـ ATP بإنتاج الطاقة فنقص أي واحد من هدول المكملات معناته أو هدول الفيتامينات معناته في توقف في إنتاج الطاقة داخل الخلية وبالتالي انخفاض درجة حارة الجسم والإيدين والرجلين تحديدا النقطة الأخيرة اللي هي النقطة التاسعة بنحكي عن نقص عنصرين الزينك والسيلينيوم هدول عنصرين الأساسيين في عملية تصنيع هرمون الثيروكسين بشكل فعال T3 من خلال المساهمة في تحويل T4 اللي فيه أربع درات من اليود إلى T3 اللي هي تلت درات من اليود لما يكون عندك نقص في الزينك والسيلينيوم بتلاحظ أنه فيه تكسر في الأضافر بتلاحظ أنه مناعتك منخفضة بتلاحظ أنه حتى مقاومة انسونين عندك بتزيد فوقتها بإمكانك تأخذ الزينك بحدود 25 ميلي جرام يوميا والسيلينيوم بحدود 250 ميكرو جرام في اليوم كل هذا سيؤدي إلى زيادة إنتاج التايروكسين عندك زيادة حرارة الجسم وسرعة نزول الوزن بالنهاية سجل أنت كل شيء حكينا اليوم احضرها كمان مرة اكتب بالظبط وشوف أنت في أي خانة من هذه الخانات بلش بالأشياء الأبسط بعدين تدرج نحو الأشياء الأكثر عمقا بنهاية حلقتنا اليوم أكيد اكتب لي بالتعليقات هل أنت بيجيك برودة بالأطراف ومن أي واحد من هؤلاء الأصناف أنت أكيد شاركونا بالتعليقات واسألوني أما أنا بساعدكم بالأجوبة بنهاية حلقتنا اليوم سوفت المعلومات بالفيديو مفيدة أكيد لا تبخل على غيرك بالشير فنشر المعلومة أكيد خير وزكاة العلم نشره وما تبخل على حالك بأنك تنضم للقناة وتكمس على شارة الجرس حتى تيجيك أول بأول إشعارات كل ما يخطر عبالي فكرة مفيدة إلك وبدعوكم تنضموا العالمنا الرائع بالفيسبوك عالم سمارس كيتو أنت فاستينج بينت وتقدروا تقرأوا مقالاتي اللي هو موقع العيادة على موقعنا الإلكتروني www.samarasketolife.com وتقدروا تتابعوني على الإنستجرام والسنابشات والتيكتوك وبشوفكم على خير وبأمان الله مع السلامة باي ودمتم سالمين